من هو دعاك للمحكمة؟ أنت كنت قاضي بالدعاء العام كنت تشترك؟ أنا كنت مدعا في رئاسة الادعاء العام من رشحك أن تكون قاضي بالمحكمة الجنائية العليا؟ الترشيح جاء من مجلس الوزراء لا بلك أكون شخص حتما رشحك أكون واحد رشحك أكون شخص واحد يعرفك من هو؟ ومو بس أنا ويقضاءة أربعة بالتمييز ورئيس الدعاء عام وأني طيب الكتاب جاء بدكتور عباس سعدي الله يرحمه ودير الدار القانونية كان جاء أستاذ مدحط المحمود كان هو رئيس محكمة التمييز يدرس علينا قضاءة أربعة أعضاء محكمة التمييز سدي عضو محكمة التمييز يجي مارس مسؤولية من موقع عدنا وبيها خطورة ورئيس الدعاء العام رفضها فأني وافق هاي بالدقيق حد وقف بيها خطورة يعني شين خطورة بيها؟ خطورة يعني قاضي يجي من محكمة التمييز وما عنده وكل شيء لاخصه وما لا يخاف أتدر الوضع كان يعني سيء في ذاك الوقت يجي يمارس مسؤولية بموقع عدنا ما ممكن فأستاذ مدحط قال لي أستاذ عبدالله ترجع علي بعدين من أصدر أمر قلت له لا أبدا وأرجع يعني ما شجعك؟ لا هو هو هنا مدحط ما شجعك؟ لا تقدر ليش؟ أستاذ مدحط مو بساني يعني ما يريد القضاءة أو مدعين عامين يروحون بالمحكمة ليش؟ ما أعرف يعني هو من يجي على قاضي يقول هذا مشتغل بالمدني ما عنده خبرة بالجزاء أنا شفت كتب بالمحكمة يعني هو هوا ضد المحكمة لو ما يريد يفرض بالقضاءة لا الظاهر ما يريد يزج القضاءة بهذه المحكمة يعني ما مقتلع بها؟ ما أدري هذا السؤال إليه يوجه هو مقتنع أو ما مقتنع أو عنده سبب آخر طيب نعرف وهذه المحكمة بصراحة أنت كنت متحمس لو كنت متحفظ لو كنت مترع لا أنا أي أمر جانب النظام السابق أي شغلة ما كان شغلة بالجزاء ما اشتغلت وينما يصر لي أمرها؟ من نجاك أمر تروح بالمحكمة التي ستحكم صدام نعم تذكرت نبوتك؟ لا بوقتها ما أجلت على بالي جان تخيلت خطورة الموضوع؟ طبعا بها خطورة بها خطورة لماذا وافقت؟ لماذا وافقت؟ من هنا؟ أنا ما أتردد من أمروني على شيء رأسنا وافق والتحقت بالمحكمة؟ التحقت بالمحكمة رأسنا نخليك رئيس هيئة جنايات؟ لا هي المحاكمة جنايات يعني قضاء التحقيق من مجموعهم يختاروا رئيس قضاء التحقيق انتخابات الجنايات الأولى انتخابات انتخابة ورزقار الجنايات الثانية أيضا الأعضاء السادة كلهم محامين تدري المحامي يتخوف ما عنده خبرة ما عنده ممارسة فاختاروني بالإجمع أنا رئيس جنايات على ثرها رحنا دورة إيطاليا بالبحر المتوسط المعهد الجنايات الدولي جاء بباسيوني يحاضر به الفقه جليل توفى الله يرحمه وهذا أحد أعضاء اللي سألناه قانون المحكمة الجناية الدولية فلقوا علينا محاضرات ورجعنا بعدين جول الأمريكان والمدعي العام قالوا هكو دورة بلندن وراح يروحوا ياكم هذا مقدم المكتب التحقيقات الفيدرالية ما عرف الله ش اسمه رحنا لندن وإذا لقين قضاءت المحاكم الجنايات الدولية كم أحد رحتوا احنا ثلاث جنايات والمدعي العامين ثلاث هيئات يعني يعني ثلاث هيئات جنايات أولى والثانية والثالثة كل هيئة اشقد بها الهيئة رئيس وأعضاء اثنين يعني كل هيئة خمسة ثلاث هيئات واحدة هيئة ما رزقار واحدة عاني يعني اكبو الصعش واحدة ثالث منه رزقار واحدة حسين ولد محامي ما طلع بعدين لغوها الهيئة محامي جابوا وخلوا رئيس جنايات ايه اختاروهم من قبل الهيئة انتخبوه بياناتهم وخلوا رئيس هيئة دخلنا دورة لا لا قبل الدورة أنفس السؤال ليش يجيبوا المحامي يخلوا قاضي بهذه المحكمة المهمة وليش يجيبوا القضاءات عندنا بالمنظومة القضائية قضاءات على درجة عالية من الكفاءة ما جوا قضاءاته وأكثرها محامي ليش هو سؤال ليش والله هاي سواجهة قلت لك لأستاذ ما تحطي هو باكتها يعني هو استاذ ملحط ما رشح لهم ما يجون منهم لا قضاءاته هواي كانوا رايدين يجون ومنحط ما يخليهم ايه رفضهم ملحط ما يقبل ايه رفض انا شفت الكتب المحكمة هذه عدم وجود قضاءات على مستوى عالم الكفاءة أضعفت المحكمة بالتأكيد أضعفتها مهنيا وشفت النتائج وسمعتها أنت من خلال لقاعاتك يعني إذن من تبهت الدولة من تبهت لهذا الضعف والله أسأل الدولة ليش معنا وانت بالبيئة جنت ما أنا أقول لك هو الخلل شنو دكتور الخلل لأنه المحكمة ارتبطة من مجلس وزراء ما بينها فرق بين المحكمة الخاصة في زمن النظام السابق أيضا هم محكمة خاصة وشفت قراراتها أكثرها مو صحيحة هي محكمة خاصة أو مختصة هي بالقانون مختصة عمليا عمليا هي ما تابع المجلس القضاء